اشتركوا في القناة ادارة بايدن تنهي مراجعة سياستها في سوريا هذا الشهر وتمدد حالة الطوارئ الوطنية لجنة الدفاع البرلمانية تشكل لجنة خاصة لتقص الحقائق في ديالا وتنشر قطعات أمنية لسد الفراغات ستوديو الحدث مع محمد أبو عبيد أهلا بكم إلى ستوديو الحدث وعلى مدى ساعتين نفتح فيه معددا من الملفات ونوفيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة ومن الملفات طبعا التطورات المتعلقة بمفاوضات على النووي الإيراني وبدء جولة رابعة من هذه المفاوضات في ظل تقاذف في المواقف بين طهران وواشنطن في تصريحات لهيئة الإذاع البريطانية قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن إدارة الرئيس بايدن لا تعرف حتى الآن إذا ما كان النظام الإيراني بات مستعدا للعودة إلى الاتفاق النووي وشكك بلينكين في نيات طهران عشية الجولة التالية من المحادثات غير المباشرة بين الطرفين في فيينا مشيرا إلى أن بلاده أظهرت جدية في التعاطي تسهل العودة للاتفاق النووي وعد بلينكين أن انسحاب واشنطن من الاتفاق سمح لإيران برفع الكثير من القيود بموجب الاتفاق وبلغت إيران في الفترة السابقة مستويلات تمكنها من إنتاج مواد شطارية لسلاح نووي في غضون أشهر وزير خارجية واشنطن رأى بعودة طهران للاتفاق تقييدا لبرنامجها النووي أو إنتاج مواد شطارية لسلاح نووي نتحدث أكثر ولو بتلخيص لهذه المواقف حتى اللحظة وما تتمسك به إيران خاصة فيما له علاقة برفع العقوبات الشاملة عنها فقبيل استئناف محادثات فيينا تزايدت الشكوك في الاتفاق نتيجة اعتماد كل من واشنطن وطهران استراتيجية الخطوة بخطوة ففيما تصر واشنطن على تعليق جزئي للعقوبات تتمسك إيران برفع كامل للعقوبات للعودة للاتفاق أي تلك المتعلقة بالملف النووي والتي فرضت خارجها إذ رفضت تدمير أجهزة الطرد المركزي مقابل إلغاء مؤقت للعقوبات هذا بحسب ما ذكرته قناة إيرانية وبحسب موقع أكسيوس فإن إدارة بايدن تستعد لاحتمال انهيار محادثات فيينا من دون التوصل إلى اتفاق مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستبذل قصارى جهدها للتأكد من أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في حال فشل المحادثات ورغم تشكيكه في جدية طهران رجح وزير الخارجية الأمريكي أنطن بلينكين إمكانية التوصل خلال أسابيع إلى حل يتيح للطرفين استئناف الامتثال للاتفاق ووضع الملف على الطاولة الإيرانية لإحداث خرق بتأكيده أن الأمر يعتمد على اتخاذ إيران قرارا سياسيا في ذلك من جهتي أكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقشي وجود تفاهم على المسار المطلوب رغم وجود عقبات خطيرة على حد تعبيره أما أوروبا فوصفت المرحلة ببالغة الحساسية لأنها انتقلت من مرحلة تحديد المبادئ إلى مرحلة معالجة المسائل العملية وبحسب مصادر أوروبية للشرق الأوسط هناك العديد من الأوراق الضاغطة على إيران حاليا بينها استبزازاتها البحرية وهجمات ميليشياتها ضد المصالح الأمريكية كذلك رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وزيادة عدد أجهزة الطرد الحديثة وأضافت أنه على الغرب الإسراع بالتفاوض قبل مجيء فريق أكثر تشددا بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أصبحت قريبة لكن إيران بالتالي وبحسب مصادر الصحيفة تحمل أوراق رابحة هي الأخرى بينها قرب انتهاء الاتفاق الموقت بين طهران ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العشرين من الشهر الحالي إذ تهدد طهران بتدمير أشرطة فيديو المراقبة المنشورة في عدد من المواقع النووية ومنها نطانز إن لم يتوصل لاتفاق قبل الموعد المذكور من فيينا الصحفي المختص في شؤون الطاقة الذرية عامر البيات يهلا بك سيد عامر معنا في ستوديو الحدث عمليا إيران في هذه الجولة الرابعة التي ستبدأ بماذا قد تتغير المواقف أو ربما هي التي تكون قد كسبت بعض الشيء من الأمريكيين أهلا بكم أستاذ محمد أبو عبيل وبجميع المشاهدين الكرام في الحقيقة ليس الولايات المتحدة بل جميع الدول تضع فشل المنفاوضات في جولتها الرابعة على مسؤولية إيران لإيران الحقيقة لا زارت تردد نفس النغمات نفس الاسطوانات المشروخة إن صح التعبيد ولن تتراجع عن تقصيب 20 مليون ولن تقوم بنزع فتيل أجل طرد المركز المتطورة استورتتها من كرة الشمالية والصين والروسيا ومن السوق السوداء هذه مخالفات واضحة وأنطوني بلينكين وزير الخارجي الأمريكي قال بصريح العبارة يعني اللوم جميعا وأنا أقول ليس من الولايات المتحدة أيضا من جميع الدول وكذلك من قبل وكالة دول التغذري على إيران لقيامها بخروق عديدة أو خروقات عديدة فيما تعلق بالنوف النووي فهي منذ عقود من الزمن تقوم بنفس التصريحات البالية عباس عرقسي يقوم بنفس التصريحات حسن روحاني بنفس التصريحات الجميع يقوم بنفس النغمة أنا أتمنى عليهم أن يشكلوا فرقة جوق موسيقي ويعود النغمات مرة أخرى هذا أفضل لهم من الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة غير مباشرة وإذا استمرت إيران على هذا النهج فستكون كارثة كبيرة على إيران وتستفشي للقفاضات تماما لأن في غضون العشرين من الشر الجالي هناك دادلاين وخط أحمر إذا لا يصل إلى هذا التاريخ سوف تنهار كل مفاوضات إذن أفهم من كلامك أنه ربما إيران تريد شراء الوقت في هذه المباحثات وتماطل أكثر فأكثر لإنجاز ما تستطيع إنجازه في هذه المدة المقبلة على صعيد برنامجها النووي نعم أستاذ محمد أبو عبد أنا أكرر مرة أخرى من هذا المنبر الحر إن إيران تعرقل وتريد تسبب البق لأنها تعملها برنامج نووي سري لها غراض تسليحية فلدها منشاعات نوية تحت الأرض وفي جبال آراق وغيرها في إيران يعني لو تذهب إلى إيران هي عبارة عن محيطة بها الجبال في كل المناطق وفي طهران وأنا شاهدتها بهم معيني سواء على أطلال آراق أو الجبال الأخرى أو المفاعلات تحت الأرض لكن هذا لن يجدي نفعا لأن إيران إذا تريد نزع فتيه للملف النووي الإيراني علي أن تتعلم كيف المفاوضات المفاوضات له فن فن مفاوضاته بإيران أن تتعلمه وهذا يعني أو تشكل جوق موسيقى وينشد نفسه نقام موضوع القصور طب إذا كان بلينكين يبدي شكوك في نيات إيران حيال هذه المحادثات يعني على ماذا تراهن واشنطن في هذه الحالة في محادثاتها مع طهران الأبواب مفتوحة إلى كل الأمور لأن الولايات المتحدة ووزير خارجية أنطوني الأمريكي أنطوني بلينكين يعني عبر رأيات في الفترة الأخيرة أن إيران عليها أن تقوم بواجباتها بنزفة المال في النووي وذكرتها قبل قليل هي العودة للتقصيد 63% وأجل الطرد المركدي المتطورة من نوع IR9 يعني كل أنواع IR المستورة من السوق السوداء خاصة من كوريا الشمالية التي تتعاون مع إيران بشكل مرسل ولكن الإيران يدعون أنها صنعت في إيران وهذا يعني شيء مستحيل إما من صيل روسيا أو من السوق السوداء طب إذا كانت واشنطن تستعد يعني لاحتمالية انهيار هذه المحادثات ما المتوقع أمريكيا فعله؟ الولايات المتحدة مستعدة في الفترة الأخيرة من هيار المفاوضات الرابعة أيضا لأن إيران لن تقوم بواجباتها وكذلك التعاون ولن تعود بإيقاف تجميل البروتوكول إضافي مع الوكالة الدولية التقذرية والوكالة الدولية رسالتها العام الماضي إلى إيران لن ترد على إيران عن منشآت النووي السرية وعن أمور أخرى وجدت من قبل المفاتشين هي عن تقسيب إيران المخصب يمكن استخدامه لأغراض التسليح من أي ناتة ومن أي جلجال لا تجيب على هذه الرسالة إذا لن تجيب على الرسالة الولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية مضطرون لمعاقبة إيران مجددا شكرا لك من فيينا الصحفي المختص في شؤون الطاقة الذرية عامر البياتي كشف تقرير استخباري ألماني سبل تحايل إيران لبناء منظومتها النووية ومن تلك الأساليب التي نقلتها صحيفة جاروزا لينفوست اعتماد إيران على تخصيص وإنشاء شركة محايدة لخداع المشتري بشأن الطبيعة الحقيقية للبيع والشراء وإنشاء شبكات شراء غير قانونية تابعة لشركات الواجهة والوسطاء أما عمليات التسليم الملتوية فتجرى عبر دولة ثالثة لتمويل هوية المشتري النهائية وإذن تفصيل أكثر عن هذا التحايل وكيف استطاعت إيران بالتالي أن تبيع وتشتري كل ما يلزمها من أجل برنامجها التسلحي إذن تحايل إيران لبناء منظومتها النووية يجرى بأساليب وحية متعددة تموه عملية الشراء والبيع وتشمل إنشاء شركة محايدة لخداع المشتري في الواقع بشأن الطبيعة الحقيقية للبيع وإنشاء شبكات شراء غير قانونية تابعة لشركات الواجهة والوسطاء أما عملية التسليم فملتوية في الواقع وتجرى عبر دول ثالثة من أجل عدم تحديد المشتري النهائي وتتوزع عن شطة الشراء غير القانونية على عمليات تسليم فردية عدة غير مشبوهة لتجنب فضح النشاط التجاري بأكمله وبذلك تتمكن إيران من إخفاء المستخدم النهائي سواء الفرد أو المؤسسة التي تبقى معها البضائع في نهاية المطاف وفيما يخص مشتريات الانتشار غير القانونية أكد التقرير أن المنتجات ذات لاستخدام المزدوج أي المدني والعسكري لها أهمية خاصة فالمفترض أن الحصول عليها هو أسهل ولذلك تواصل دول مثل إيران وكوريا الشمالية تواصل السعي للحصول على مثل هذه المنتجات والتقنيات والمعرفة العلمية وذكرت صحيفة جاروزا لينبوست أن تقريرا جديدا أعده جهاز المخابرات العامة والأمن الهولندي أكد محاولة النظام الإيراني الحصول على التكنولوجيا لأسلحة الدمار الشامل عام 2020 كما كشف جهاز الأمن السويدي في تقرير استخباري أيضا لعام 2020 سعي إيران للحصول على التكنولوجيا السويدية لبرنامج أسلحتها النووية علما بأنه في عام 2013 أدانت محكمة في هامبورغ ثلاثة إيرانيين من أصل ألماني يحملون جنسية مزدوجة وألمانيا طبعا لانتهاكهم قانون التصدير الألماني ويعتقد أن المشتبه بهم ساعدوا في تسليم صممات خاصة لبناء مفاعل يعملوا بالماء الثقيل في إيران من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص دكتور محمد أهلا بك هل فعلا استطاعت إيران أن تتحايل بكل هذه الطرائق على عدة دول لها عيون استخبارية كبيرة وستطاعت أن تشتري وتبيع كما تشاء يعني افترض هذا سؤال المنظومة الدولية التي تدعي منذ عقود أنها تتفاوض مع إيران وتحاول عبر الاتفاق الذي تم التواصل إليه عام 2015 إلى محاصرة هذا البرنامج النووي وواضح جدا أن هذا البرنامج النووي كان مستفيد من بناء تحتية حتى داخل المنظومات الغربية بما يطرح أسئلة فعلا عن جدية هذه البلدان الغربية في التعامل مع إيران ويطرح أسئلة أيضا حول طموحات هذه البلدان وهذه النقطة الضعف الكبيرة في أن تذهب وتستثمر داخل هذا السوق الإيراني بما يدفعها إلى غض الطرف عن هذا الجانب أو عن هذا الجانب وإلى أيضا أنانية شركات تلك الدولة في الذهاب إلى الربح من إيران على حساب الاتفاقات الجمعية الشاملة وأعتقد أن هذا الذي أدى حتى الآن إلى أن تصبح إيران خطرا حقيقيا وتخترب أكثر وأكثر من القنبلة النووية سواء في تعاونها شرقا أو في تواطئ جهات غربية معها نعم طب هل في هذه الحالة في حال فبتت من هذه الشركات يعني وما طبيعتها يمكن أن يكون عليها تداعيات دولية بحكم أن هناك عقوبات مثلا مفروضة على إيران بخصوص منتجات معينة ومعدات معينة يعني يفترضت لتأيين أولا الموضوع لا سلع علاقة فقط بالخمسة زائد واحد هناك قرارات في مجلس الأمن تمنع أساسا إيران وتمنع هذه الشركات من تزويد إيران بما يمكنها من صناعة قنبلتها النووية وبغض النظر عن ما يطالب به المجتمع الدولي من تنفيذ إيران لالتزاماتها يبدو أيضا أنها عليها أن تطلب من شركاتها المباشرة أن تلتزم بهذه المعايير التي تفرضها القرارات الدولية وتفرضها أيضا بنود اتفاق فيينا لعام 2015 والواضح أنه يعني يبدو حالة الانسجام أو عدم الانسجام وخصوصا إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بين الأوروبيين والأمريكيين أدى إلى دعني أقول حالة تهريب تقوم بها شركات هذه الدولة أو تلك لصالح هذا الاتفاق النووي يفترض طبعا إذا ما أعيدت هذه اللحمة إلى المنظومة الغربية كما تحاول ولاية المتحدة من خلال الاجتماع الأخير لمجموعة الجي سيفن مجموعة الدول السبع هنا في بريطانيا يفترض أن تكون أكثر اتساقا أكثر انسجاما أكثر تعاونا في هذا المجال نعم طيب هل يعني ممكن بتقديرك أن نقول أن يعني إيران تقريبا اكتفت بشراء هذه المعدات التي تحتاجها أم أيضا ما زال يعني أمامها مشوار وربما إذا قيدت هذه السبل في وجهها ربما يتعطل ذلك بعض الشيء أقصد يعني برنامجها النووي يتعطل يعني أعتقد ذلك أولا لو تركت إيران كما يعني دون هذه القيود فهي قادرة واضح أنها قادرة من خلال التخصيب بنسبة 60% حاليا وقدرتها ووعدها والوعيد الذي هددت به بأن تذهب إلى التخصيب بنسبة 90% وهي النسبة الضرورية لتخصيب يورانيوم لصناعة تنبلة نووية طبعا تستطيع ذلك واضح أن هذه القيود إما تكون القيود القانونية الدولية إما ستكون عن طريق القيود الأمنية التي شاهدنا جانبا منها في حادثة نطانز الأخيرة وأعتقد أيضا أن إيران تحاول قدر الإمكان أن تتعايش مع القيود الدولية لإنتاج هذه القنبلة أو للتلويح بها على كل حال إيران تعرف أن القنبلة النووية ممنوعة لكن مجرد التلويح بها ومجرد إعلام المجتمع الدولي أنها قادرة تقنيا وعلميا على إنتاج قنبلة النووية وهذا طبعا يساعدها على تحسين موقفها أمام هذا المجتمع الدولي لذلك ما يحدث حاليا في فيينا ضروري جدا لإنهاء طموحات إيران في هذه المسألة ولذلك أيضا أعتقد أن الموقف الأمريكي أصبح أكثر تصلبا نتيجة هذا الاجتماع الذي حصل ببريطانيا والمنظومة الغربية وأعتقد أيضا أن الوفود وليس الوفد فقط الأمريكي الوفود سواء الرسمية الأمريكية أو تلك التي تمثل الحزب الديمقراطي والتي امتشرت في منطقة الشرق الأوسط للحديث مع بلدان المنطقة عادت بمعطيات أخرى وعادت بخلفيات أخرى أدت إلى تصليب هذا الموقف الأمريكي وجعل الولايات المتحدة ترمي الكرة مباشرة داخل المعاصر الإيران طب دكتور محمد كيف لإيران ربما هذا دائما يتبادر إلى الأذهان أن تتخلى عن طموخها النووي من خلال المباحثات والمحادثات وهي التي لم تترك شاردة ولا واردة إلا اتبعتها من أجل أن تبني هذا المشروع هي يفترض عام 2015 وضمن ما عرفناه من هذا الاتفاق النووي وضمن ما التزمت به بشهادة الوكالة الدولة للطاقة الذرية قيدت من هذا البرنامج لكنها قيدتها على المستوى الرسمي لكن على المستوى الهامشي استمرت في ما يسمى بالأنشطة السرية وبالتالي أيضا إيران مضطرة وهو طبعا هذا المسألة عقائدية في إيران أن النظام الإيراني مهدد إلى أن يمتلك هذه القنبلة النووية هنا فقط على وطبعا هذا الكلام كان واضح جدا من خلال موقف الدول العربية التي كانت عاتبة وكانت تقريبا ضد الاتفاق في فيينا هذا الموقف أيضا واضح من قبال الموقف الإسرائيلي سواء على مستوى العملي أو مستوى ما يصرحون به بأن هذا الاتفاق لم يعد كافيا حتى ما هو جديد أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدخل رفائل جروسي بدأ يقول أن هذا الاتفاق لم يعد كافيا أن ممتلكته إيران من خبرات علمية وممتلكته إيران من مجتويات أحجام يورانيوم مخصب 2015 تقادم وبالتالي أعتقد أن ما يعطل حاليا اتفاقات في فيينا هو طلبات جديدة يقدمها المجتمع الدولي خصوصا على الولايات المتحدة لإيران بضعورة أن تتقيد بمعايير جديدة لسيطرة على هذا البرنامج النووي من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص شكرا لك سد الحدث متواصل فيه بعد القاصد لودريان ينهي زيارته لبيروت محذرا ونائب فرنسي يؤكد أن اللبنانيين يزدادون فقرا بسبب إفلات المسؤولين من العقاب احداث كل يوم في كل الأماكن تؤثر وتتأثر كل يراها من زاويته ووجهة نظره لم تر منطقتنا هدوءا منذ سنوات أجواء أصبح يسودها التوتر تسكنها الفوضى وتحكوها العشوائية سنوات تركت آثارا ستبقى طويلا في الزاكرة نحن في قلب الحدث وجزء منه نعيش الخبر وننقله كما هو لأننا قادرون على المتابعة والتغفية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لـ 24 ساعة أصبحنا الحدث سنوات من العمل الإخباري لا يبقى إلا الإنسان نزلنا في ملفات ساعتنا الأولى من استوديو الحدث إلى التطورات المتعلقة الآن بلبنان وتحديدا فيما له علاقة بتشكيل الحكومة والتعثر في ذلك ومغادرة لودريان الذي على ما يبدو ما زال يحمل بصيص أمل في نجاح المبادرة الفرنسية إذا أذلك قبيل مغادرته بيروت لوح وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان بعقوبات أقصى على المسؤولين اللبنانيين إذا استمر تعطيل تشكيل الحكومة وأكد أن فرنسا ستجيش المجتمع الدولي من أجل الضغط لإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها وأضاف أن جميع القادة اللبنانيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي قطعوها أمام ماكرون وشدد لودريان على أن لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة تنطلق مما يمثلون دستوريا وليس المحاباة مجددا التلويح بعقوبات ستفرضها بلاده تجاه المعرقلين ووصفها بالبداية في مسار عقوبات متشدد وأكدتها مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط تخصيص لودريان نحو ساعتين للقاء مجموعات الحراك الشعبي واستمع لهواجسهم التي تمثلت بعدم الثقة بالطبق الحاكمة ووجوب تشكيل حكومة مستقلة لإنقاذ الاقتصاد وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من جهتها وصفت مجموعات الحراك الرهانة الفرنسية على هذه القيادات والطبقة الفاسدة بالخاطئ وطالبت بنشر أسماء الأشخاص الذين ستشملهم العقوبات الفرنسية هذا ولم تتعد لقاءات لدنياب الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب النصف ساعة كما التقى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري دون إعطاء أي تفاصيل ومراسلنا ينقل بأن وزير الخارجية بالفعل يغادر بيروت في هذه الأثناء قال النائب الفرنسي في البرلمان الفرنسي بكل الحوال جندال ريار في لقاء مع الحدث إن اللبنانيين يزدادون فقرا بسبب عمل الطبقة السياسية في لبنان وإفلات المسؤولين من العقاب وأكد أن بلاده تهدد بفرض العقوبات على القادة الحاليين وتعمل على تشجيع القوى السياسية البديلة والجديدة نحن نعرف حصيلة عمل الطبقة السياسية في لبنان منذ ثلاثين عاما فشل الدولة، الفساد والإفلات من العقاب ثم النتيجة التي نراها في لبنان الشعب اللبناني يزداد فقرا وهذه فضيحة لم تعد مقبولة من قبل اللبنانيين ومن أصدقاء لبنان أيضا فرنسا تضغط على القادة الحاليين وتهدد بفرض العقوبات نحن نعمل من خلال الضغط على القادة الحاليين وعلى هذا النظام المتهاوي ونعمل أيضا على تشجيع القوى السياسية البديلة الجديدة نحتاج لقادة جدد من الرجال والنساء لقيادة لبنان من بيروت مفد الحدث حسين قنابر وكما نقلت لنا بأنه يغادر إذن في هذه الأثناء ما يعني أو كيف يمكن وصف ما غادر به لدريون بيروت هو غادر يعني مؤكدا من خلال تصريحات قالها أو أدل بها عفوا قبيل وصوله وخلال وجوده هنا وقبيل مغادرته أكد من خلال مقاله على أن مقاربة فرنسية جديدة بدأت في التعاطي مع لبنان في دردشة سريعة مع صحفيين صباح اليوم قال لدريون أن مرحلة اختبار مدى تمتع المسؤولين السياسيين في لبنان بالمسؤولية أصبحت مرحلة من الماضي هذا يعني أن فرنسا باتت واثقة أن هؤلاء المسؤولين لا يتمتعون بحس المسؤولية قال لاحظنا بالمقارنة مع عدم تحرك المسؤولين السياسيين ومع عدم تحملهم لمسؤولياتهم لاحظنا حيوية كبيرة لدى قوى المجتمع المدني إذا لم يحصل شيء وإذا لم يفعل المسؤولون السياسيون شيئا وهم لم يفعلوا شيئا حتى الآن ولم يبدأوا العمل جديا للخروج من الأزمة إذا حصل أنهم لن يتحركوا مستقبلا فهم سيتحملون عواقب هذا الفشل بدأنا بفرض عقوبات وهي عقوبات ستتوسع وستصبح أقصى وستستكمل بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي ولديه الوسائل لفعل ذلك كما أضاف وزير خارجية فرنسا مؤكدا أنه لم يأتي إلى لبنان لإجراء مساومات سياسية وردا على سؤال عما إذا كان لقاءه بل لقاءاته بالمسؤولين الثلاثة بالرؤساء الثلاثة عون وبر والحريري مؤشر على عودة الثقة بالطبقة السياسية قال أنا لم أتي لإجراء مساومات معهم إنما التقيت بهم أي بالرؤساء الثلاثة لأنهم يمثلون المؤسسات في لبنان ختم لودريون قائلا إنه يجب إجراء تحديث وتغيير للممارسات السياسية والمؤسساتية في لبنان كلامه هنا قبيل مغادرته ينسجم مع ما كان أعلنه عبر تغريدة قبل وصوله إلى بيروت عن أنه يحمل رسالة حزم كبيرة تجاه المسؤولين السياسيين ورسالة تضامن كبيرة مع الشعب اللبناني مؤكدا إشادته بقوى المجتمع المدني وباللبنانيين واللبنانيات الذين يعملون من أجل بلدهم في تلميح إلى أن الطبقة السياسية لا تعمل من أجل البلد محمد طيب يعني الآن سينتظر ماذا حتى نفهم الصورة بشكل أكبر يعني هل منح مهلة إضافية للمسؤولين اللبنانيين يعني للمبادرة أو لتطبيق هذه المبادرة والبدء في الإجراءات الحقيقية للتشكيل للحكومة وإلا سيبدأ مسلسل العقوبات في الواقع الأمور معقدة وزيارة لودريون لم تزل العقبات من أمام تشكيل حكومة جديدة وحتى أن مصادر تحدثت قبل قليل أنه بعد لقاء لودريون برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري لم يتراجع احتمال أن يعمد الحريري إلى تقديم اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة هذا أصبح أكثر من أي وقت مضى خيار اعتذار الحريري أصبح مطروحا على الطاولة أكثر من أي وقت مضى تقول هذه المصادر وإن كان الحريري لم يتخذ بعد قرارا نهائيا في هذا الاتجاه بل هو يقوم حاليا بمشاورات بشأن احتمال اعتذاره عن تشكيل حكومة وطبعا هذا سيؤدي إلى الانطلاق مجددا من نقطة الصفر للتوافق حول شخصية جديدة لتشكيل حكومة جديدة وهذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا وبالانتظار شرعت فرنسا في اتخاذ إجراءات نحو الانتقال السياسي بمعنى التعامل مع شخصيات سياسية مستقلة ومع قوى تمثل المجتمع المدني وكان ممثلون عن قوى الحراك الشعبي والمجتمع المدني وشخصيات سياسية وحزبية مستقلة كانوا تعاقبوا أمس على الوصول إلى قصر الصناوبر مقر سفيرة فرنسا في لبنان حيث استقبلهم لودريون ومن بين هؤلاء ممثلون عن لقاء بيروت مدينة وأيضا عن لقاء مسيرة وطن كما استقبل ممثلين عن حزب الكتائب اللبنانية النائب السابق سامي جميل تحديدا ممثلا الحزب ومع وفد حزبي طبعا واستقبل رئيس حركة الاستقلال النائب السابق ميشيل معوض واستقبل أيضا ممثلين عن حزب الكتلة الوطنية وعن حركة تقدم وكل هذه القوى هي قوى خارج السلطة بل تنتقد السلطة سواء كانت قوى حزبية منتقدة للسلطة أم قوى المجتمع المدني باختصار شرعة فرنسا في اعتماد انتقال سياسي في التشجيع على انتقال سياسي كبديل عن التعامل مع هذه الطبقة السياسية التي ما عادت تثق بها على الإطلاق وفق تصريحات لدريون نفسه صباح اليوم قبل مغادرته بيروت محمد شكرا لك من بيروت مفادو الحدث حسين قنيبر ومن بيروت النائب اللبناني المستقيل ورئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض أهلا بك معنا في السيديو الحدث وكما قيل ورد اسمك أنك ممن استقبلهم لدريون يعطيك ألف عافية الله يعافيك ممن استقبلهم لدريون ماذا دار بداية من حديث وكنت مع من يعني أولا للتوضيح بالشكل كان الاجتماع مشترك بين القوى المدنية الممبثقة من الثورة اللي زميلك سماهن وبعض القوى الحزبية مثل حركة الاستقلال وحزب الكتائب ونواب مستقلين مثل النائب المستقيل نعمة فرام وطبعا ما سمى كل المجموعات اللي كانت موجودة وكان عمليا ممثلين بين قوى سياسية حزبية وبين قوى منبثقة من ثورة 17 تشرين كان حوالى العشر أشخاص موجودين على النقاش على النقاش الدار مع الوزير لدريون ما طبيعة النقاش؟ ماذا قلتم له وماذا قال لكم؟ شدار بهذا اللقاء وبمضمون اللي صار بهذا اللقاء الأساس باللقاء شكلا ومضمونا أنه هو أكد وجهة النظر اللي نحن كنا عم ندافع فيها من الأساس بأن مقاربة الحال في لبنان لا يمكن أن تكون مقاربة مالية تقنية أكيد لبنان بحاجة لأصلاحات عدة بحاجة لأصلاحات سياسية بحاجة لأصلاحات اجتماعية بحاجة لأصلاحات مالية بحاجة للعودة إلى الدستور والتطبيق الدستور والذهاب نحو دولة مدنية لمركزية بحاجة لكتير أمور لأصلاح التربوي لأصلاح الكهرباء ولكن بالأساس السبب لكل الأخفاقات والانهيارات المالية والسياسية اللي نحن عم نعيشها السبب الأساس أنه نحن أمام دولة مخطوفة مخطوفة من ميليشيا مسلحة عم تمنع لبنان وعم تجر لبنان إلى محور إيران بوجه شركائه والعالم العربي والغرب وكل دول العالم خلافة للمصلحة اللبنانية عم ينمنع أنه ينضبط حدوده عم ينمنع أنه يتطبق ونينه ومخطوفة من طبقة سياسية مارقة فاسدة متحالفة مع هذا السلاح لا يخطفو تنينوتون الدولة فالمعركة الأساسية ما ممكن أنه تصير إلا بإطار تغيير شامل شامل لازم يخوض الشعب اللبناني بكل مكوناته اللي أصلا هو سحب السئة عن هذه الطبقة وعن هذا التحالف اللي عم يدفع تمنه كل يوم متعيشه بكرامته بمستقبل أولاده بالزل اللي عم يتعرض عليه كل يوم المعركة الأساسية أنه يكون فيه تغيير شامل طيب هل أستاذ ميشيل فيما له علاقة بالعقوبات الآن إذا فرضت وفرنسا هذه المرة ستجيش المجتمع الدولي كما قالت ستكون فيها محابة يعني تعاقب فلان وتستثني فلان حتى بس هيك تتضح الصورة أكثر للبنانيين على الأقل يعني برجع أقول أنه ما عندي شي كتير زيد على اللي قاله بيطير وضوح الوزير لدريان بهذا الخصوص للأعلام والأعلاميين ولكن اللي كلنا فهمناه بما سمعناه بالأعلام واللي كرره هو نفسه جوا وهو أن العقوبات هي عقوبات شاملة وتدريجية لأنه قيل مثلا يتداول لبنانيون أنه مثلا ربما هذه لن تقترب من سياسيين معينين مثلا هكذا يتداول لبنانيون يعني مثلا كسامير جعجع وليد جنبلاط بحسب ما يقول هؤلاء اللبنانيون فعلى أي اعتبارات ممكن أن تشمل العقوبات سياسيين معينين ولا تشملهم بس إذا كان لك أن تفسر يعني لا أكثر أنا بصراحة هيدا الموضوع برجع أقول ما عندي شي كتير زيده على الكلام الواضح اللي حكي الوزير لدريان للأعلام اللبناني هيدا الموضوع ما كان بيصلب نقاشاتنا هيدا موضوع وسياسة له علاقة بالسياسة الفرنسية نحن بالنسبة لها إلنا علينا أنه نعمل لنعاقب هؤلاء المسؤولين وأنا بعتبر واعتبرنا من الأساس أنه هيدا منظومة متكافلة متضامنة بين شقائها المسلح والفاسد بمجملة متكافلة ومتضامنة ونحن بالنسبة لها إلنا علينا كاللبنانيين أنه نشتغل على معاقبة هذه المنظومة وعلى أكثر من معاقبة على أسقاط هذه المنظومة بكل مكوناتها ونقدر نفوت للتغيير الشامل الذي يسمح للقيام بإصلاحات سيادية سياسية اجتماعية اقتصادية ومالية لا يمكن أن تنعمل هذه الإصلاحات بوجود هذه الطبقة الأساس هو تغيير شامل وأكيد نحن نريد تغيير ديمقراطي ضمن إطار المؤسسات ومن هالمنطلق نحن نعتبر مركزية الانتخابات النيابية أن تكون تنخاذ هذه الانتخابات بوقتها وأنه ينعطى للشعب اللبناني فرصة حقيقية ليقدر يوصل صوته بحرية وضمن الاستحاقات المسلولية لو صارت هذه الانتخابات أستاذ ميشيل لو حدثت واثنان أنه يصير فيه أنه هالانتخابات النيابية تحصل تحت غقابة دولية جدية تكون انتخابات حرة وما يصير فيه أي محاولة لخطف صوت المواطن اللبناني طب لو جرت هذه الانتخابات وأفرزت نفس المشهد الحالي بماذا يكون قد استفاد اللبناني بالنتيجة نحن بالنظام ديمقراطي إذن اللبنانيين راضييني اللي عم بيصير فيهون حيرجعوا ينتخبوا نفس الناس ولكن أنا واثق كل محاولات أحباط اللبنانيين بأنه هالانتخابات ما راح تصير وهالانتخابات راح تتأجل وهالانتخابات حتى ولو صارت ما حتغير شيء حيرجعوا ينتخبون نفسهم هيدا محاولات لأحباط عزيمة اللبنانيين وأحباط عزيمة التغيير عند اللبنانيين أنا متأكد أن اللبنانيين سورا عارفين أنه هذه الطبقة السياسية هذه المنظومة السياسية المكونة من حزب مصلح ومن طبقة أو من مسؤولين سياسيين ماريقين ومن أحزاب ماريقين أنا أكيد أنه هيدا اللبنانيين عارفين تماما أنه هول صاروا بشكله خطر على حياتهم خطر عم بشكله تعدي على كرامتهم ولقمة عيشهم ومستقبل أولادهم وقدرة بقاءهم بهيدا البلد أنا متأكد أنه اللبنانيين حينتخبوا التغيير نحن مسؤوليتنا كمعارضة بتعدديتها لأنه طبيعا أن المعارضة ما تكون معارضة وحدة طبيعا أنه يكون فيه بقلبها ناس عند مقاربات مختلفة للأمور ولكن عليها أول شيء أنه تجتمع بتكوينات جدية ووازنة تقدر تعطي سئة ومشاريع سياسية لللبنانيين واحد واثنين أنه تجتمع لإسقاط هذه المنظومة وهذا التحالف القاتل لخاطف الدولة ومدمر المؤسسات ومدمر اللبنانيين وحتى مدمر أحلام اللبنانيين طب قيل وهو مجرد سؤال ومتأكد صدرك يتسعى لذلك ما هذه المعارضة التي تتحدث عنها عندما كانت يوما ما في السلطة كانت أيضا متهمة بفساد ولو بأشكال مختلفة يعني هذا الموضوع نحن بالنسبة لألنا هذا الموضوع لا أكيد نحن مثلا كحركة استقلال من القوى السياسية لعطية فرصة لهذه السلطة ونحن حاولنا أن نعمل إصلاحات من الداخل ولكن نحن نفتخر أنه ما في ولا أي لبناني حتى المختلفين معنا حتى لأنه بالسياسة ما حدا فيه عمل إجماع في ناس مختلفين معنا في ناس بأيدونا في ناس بيحبونا في ناس ما بيحبونا ولكن أنا أكيد وبفتخر أقول أنه أنا جزء من مدرسة سياسية ومن حاجب سياسة بما يمثل من تاريخ استشهاد ومن تاريخ سياسة اللي ما فيه على إيدينا ولا نقطة الدم ولا حدا قادر يقول أنه نحن مدينا إيدنا على فلس من المال العام في لبنان ومن هالمنطلق نحن عم نجي نقول علينا أنه نجمع هالمعارضة بغض النظر من وين جاي ما في حدا إلا ما كان عنده خيارات إلا ما حدا إلا ما جرب إلا ما حدا إلا ما كان جزء لأنه بالنتيجة هذه المنظومة السياسية تم انتخابها هلأ بقوانين انتخابية عنا ملاحظات عليها بظروف عنا ملاحظات عليها ولكن تم انتخابها من مجموعة من اللبنانيين وبهالمنطلق فيه مسئولية جماعية علينا كلنا سوا وثقنا فيهم إلا أنه اليوم في تغيير هالتغيير جاي من ناس جايين من مقاربات أو من خلفيات أو من يعني أوسات مختلفة جزء منهم كانوا مع أحزابهم جزء منهم كانوا مستقلين جزء منهم ما كانوا عم بينتخبوا جزء منهم منبثقين من ثورة 17-20 أنا اللي عم بدعي لأله أولا أنه تجتمع هالقوة وهالمنظومات ضمن أطر سياسية مش على أساس الشخصانية أيوه ناس عندها مقاربات مشتركة مشتركة اثنين أنه ندعي لتكوين معارضة شاملة أكيد بدون ناس أكيد ما منقبل بأي شخص يكون مثل ما تفضلتوا قلت متهم بالفساد لأنه الفاسد فاسد هذا ما أنه خيار سياسي هذا تكوين أخلاقي ولكن نجتمع على عنوانين مواجهة الميليشيا والمافيا واسترجاع الدولة تنقدر نحن نقوم بالأصلاحات اللازمة مثل ما قلت أولا على المستوى السيادة واسترجاع سيادة الدولة وحقيتها وضرورة حصريتها بامتلاك السلاح والقرار السيادة وطبعا ضبط وترسيم الحدود واحد اثنان العودة إلى الدستور والذهاب نحن دولة مدنية لمركزية الثلاثة إعادة النظر لاقتصاد لبنان ضمن الحفاظ على الاقتصاد الحر المنتج وأربعة الإصلاحات القطاعية والمالية المطلوبة وطبعا التأكيد على عدالة اجتماعية ونظام حماية اجتماعية للمواطنين اللبنانيين طيب بنصف دقيقة بنصف دقيقة من السرقة اللي تعرضت لأله بنصف دقيقة لأنه انتهى الوقت ألا تخشون أن يدفع لبنان ثمنا ضحية صفقة أكبر منه أكيد هيدا نحن من مخاوفنا وأكيد نحن شايفين اللي عم بيصير بالمنطقة يعني إذا نحن غيبين أنه يكون فيه مشروع وطني لبناني عابر للتواقف والمناطق على أسس الدولة والعودة للدستور إذا اللبنان عم بيخسر وظيفته كوطن أكيد هناك خطر ومشان هيك البداية دايما وعلمتنا التجربة بهذا الموضوع أنه ننطلق من مشروع وطني لبناني من دور لبنان وهويته ووظيفته بالمنطقة وبالعالم نرجع نسبت هذا الموضوع وساعتها علينا أن ندافع عن القضية اللبنانية بكل المحافل العربية والدولية شكرا ولكن ندافع عن قضية اللي هي القضية اللبنانية ولا هي قضية أحزاب ولا هي قضية طواقف ولا هي قضية مصالح ولا هي قضية فساد هي القضية الوطنية اللبنانية لهذا البلد كان يشكل أساس ووظيفة أساسية ورسالة أساسية علينا أن نجددها ضمن إطار الدولة والبداية هم من الداخل ما فينا نتشكى شو عم بيصير علينا بالخارج إذا نحن ما أمنا بمسؤوليتنا في الداخل شكرا لك من بيروت النائب اللبناني المستقيل ورئيس حركة الاستقلال مشاهل معوض شكرا لك لبنان حطها برأسك برأس كل واحد كل شيء ما في حكومة أو ما في سياسة بيحكي لبناني لبنان كذبة حكام ما بيسوا عاطلين الشعب صار على الأرض البلد منهار ما بقى فيه مصاري دولة فاسدة ما عندهم وطنية كلهم مرتهنين للخارج شو بدك بعد أنا أول شيء بك تشوف فشل الإدارة هي المسؤولة عن هذه الحالة من المستلمين البلد؟ هن إدارتهم كانت فاشلة ولهذا السبب البلد هلأ اللي وصلنا لهون بس هذا الشيء من رأس الهرم ونزول كلهم دفنت لي كلهم طب شو الحال؟ الحال الله يأخذن ويريحن منن ما في غير الدعاء لأنه عن جاد أفلصنا يعني بعد كل شيء عم يصير ما حدا منهم نقدم استقالته ما حدا منهم عتزر ما حدا منهم راح طل على هالناس اللي ماتوا والانفجار عن جاد ما بقى في عنا حكا نحكي ليش عدنا نعرف ما عدنا غام نعرف شي ميشي طب شو الحال؟ الحال بصار صايرة لمصيبة كتير كبيرة يبدأ حال يجي من بره من هون ما خط صبر طب جاي هلأ وزير الخارجية وموجودها؟ يعني عم نتأمل بهذا الشيء بفتكر هلأ صار بدأ يجيوب بفتكر صارت عآخر يعني سودي الحدث متواصل فيه بعد الفاصل واشنطن تعلن تأييدها لدعوة الخارجية الليبية سحب القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا مستوطنون متطرفون يعتدون على مائدة إفطار فلسطينية في حي الشيخ جراغ في القدس المختل ضربات عنيفة شنتها مقاتلات حالف دعم الشرعية هذه الميليشية تكثفت من إطلاق الصواريخ الباليستية نحو الأراضي المملكة العربية السعودية كذلك أيضا على المحافظة مارة بمستهدفة الحياة السكنية بأي ذنب يقتلوها الأطفال والنساء وهم في بيوتهم آمنين نعمل أن يستجيب الميليشية الحوثية في هذه المرة لهذه المبادرة السعودية تريد أن ترفع هذه الحالة السيئة التي أوصلها الحوثيون لليمن الأفعال على الأرض هي تدل على رفض هذه المبادرة ما هي الأدوات التي ممكن أن يستخدمها المبعوثان الأممي والأمريكي للضغط على الميليشيات الحوثية؟ الحوثية هي نعضة معظلات تبدو أنها غير قابلة للحل إلا بالحال إيران هي من تحرك هذه الميليشيات هل منية لاتخاذ خطوات فعلية باتجاه هذا التصعيد الموجود؟ سنقتم تحريج جميع المناطق الشعب الإيمان يكون السيدات للكرد المسؤولية للقاتل على الأمم المسؤولية للقاتل على الأمم أسنع في الأمم أسنع في الأمم أسنع في الأمم وأنا شخصية عاد نفسي المسؤولية للقاتل على الأمم إلى التطورات المتعلقة بليبيا وتحديدا ملف القوات الأجنبية والمرتزقة هناك فقد أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن تأييدها الكامل لدعوة وزيرة الخارجية الليبية الصريحة نجلاء المنقوش خلال لقاء مع نظيره التركي مولود شويش أوغلو إلى سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مع اقترابها من إجراء انتخابات هذا العام يأتي هذا فيما أكدت سفارات كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها وقالت في بيان مشترك أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب إلى تسهيل انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول الأول من يوليو بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية وأشارت إلى أن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية من القاهرة رمز الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي أهلنا بك دعوات صريحة الآن إذن لإخراج هذه القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وذلك سيكون متصلا بإجراء الانتخابات إذا لم تحل هذه الآفة بالنسبة إلى الليبيين الآن بمقام الآفة يعني هل يمكن إجراء الانتخابات؟ أهلا بك أخي العزيز أستاذ محمد في استوديو الحدث وكل الشكر والتقدير لحضرتك الكريمة أخي العزيز أستاذ محمد دعني أولا قبل أن أتطرق إلى تصريحات السفير الأمريكي ولقائه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي اللافي وتصريحات ست دول دعني أتلو عليك ما صرح به وزير الخارجية التركي لأن الأمر مرتبط ببعضه الدكتور النجلاء المنقوش وفسح لي قليلا في الوقت أستاذ محمد لنا الموضوع مهم جدا ونحن نحاول أن ننهي من خمس دقائق أن الساعة تنتهي حاضر أخي العزيز في المؤتمر الصحفي الذي جمع الدكتور النجلال المنقوش مع وزير خارجية تركيا وصرحت بتصريح واضح وهو أننا طلبنا تركيا بخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب ونطلب من تركيا أن تساعدنا في ذلك ماذا كان رد الوزير بكل صفاقة وبكل قلة أدب قال نحن قواتنا موجودة في ليبيا وفق اتفاقية ثنائية وكأنه يتحدى وزيرة الخارجية في هذا التصريح أيضا أمس تحديدا عندما التقى مع ناظره الألماني هايكو ماس ماذا قال تحديدا وأيضا بكل صفاقة قال نحن وجودنا في ليبيا بناء على اتفاقية ثنائية بين دولتين ولا يحق لدولة ثالثة أن تتدخل وأن إنهاء هذا الدعم لليبيا ليس في صالح ليبيا ووجود قواتنا هناك ضروري ويجب فصله عن قرار سحب القوات الأجنبية وكأن تركيا استثناء أنا أستغرب أخي محمد وأستنكر وأستهجن هذه الصفاقة التركية وهذا التحدي التركي الصارخ ليس للإرادة الليبية فقط بل الإرادة الليبية والإرادة المحلية والإرادة الدولية وأقول لك بكل وضوح أستاذ محمد إذا كانت الولايات المتحدة صادقة ومن هذا المنبر ننادي كل من يدعي يعني الدعوة إلى خروج القوات الأجنبية لماذا لا تسمي الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا كتركيا وعادت هؤلاء المرتزقة وأماكن تواجدهم نريد تبني هذا الأمر بشكل واضح ولا لبس فيه أما أن تقول لي يجب خروج المرتزقة يجب خروج القوات الأجنبية ثم تقف هذه الدعوة وأنت تعلم أن اتفاق جينيف مر عليه الآن أكثر من ستة شهور وطالب بشكل واضح خروج المرتزقة في خلال تسعين يوم هذه النقطة تعطي عدم مصداقية وتشكيك في نوايا المجتمع الدولي أستاذ محمد لماذا لا يكون هناك أمر حازم وحاسب ولعلك أخي محمد الآن أنت قبل اللحظات ذكرت 25-70 25-71 هذين القرارين صدراء من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يعني أي دولة أو أي كيان يرفض يعاقب بعقوبات دولية لماذا هذا التراخي أخي محمد؟ نعم أخي العزيز نعم معي دقيقة معي دقيقة واحدة هل هذا سيكون مرتبط يعني بمعنى إن لم تخرج هذه القوات المرتزقة لن تجرى الانتخابات؟ حقيقة يعني أقول لك بكل أمانة هناك ملف أيضا موازي لملف المرتزقة وهو الميليشيات والتي قبل دقائق معدودة هددت بقتل واغتيال وإخراج الدكتورة نجلاء المنقوش من طرابلس أو تقديمها استقالتها لأنها نادت وطالبت بخروج المرتزقة وبالتالي يا أخي الكريم خروج المرتزقة وإنهاء الميليشيات وحل الميليشيات هذا الأمر مهم جدا وهو ما صرح به يان كوبيتش في آخر اجتماع لمجلس الأمن غير رسمي وقال إننا نعتبر أن عدم خروج المرتزقة وعدم حل الميليشيات هو عثر أساسية أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية نعم أخي العزيزي السيد محمد فعلا سوف تؤجل الانتخابات ولن يحدث شيء إذا لم يحل ملف الميليشيات بس أنت ذكرت مقطع في غاية الخطورة عندما أشرت إلى أن هناك ميليشيات توجهت تهديدات مباشرة إلى المنقوش في هذه الحالة الخارجية تهديدات بالقتل والاغتيال وإخراجها من طرابلس ومنعها من ممارسة أعمالها أو تقديم استقالتها وبيانات رسمية أخي محمد طب هل هذا يعني يجعل الحكومة الآن في أمس الحاجة لتعزيز منظومتها الأمنية أخي العزيز يان كوبتش كان صريحا وواضحا في حادته في مجلس الأمن عندما قال نطالب وليس نرجو أو نأمل نطالب حكومة الوحدة الوطنية بوضع تصور عاجل لسحب استلاح من الميليشيات ونزع هذا استلاح وتسريحها ودمجها وبالتالي يا أخي الكريم الأمر أصبح واضح جدا وكما ذكر دبيبة ولأول مرة يصرح مسؤول ليبي أننا فقدنا سيادة ليبيا وكرامة ليبيا في هذه العشرية السوداء ملف الميليشيات لا يقل أخي محمد وأنت تعلم جيدا هذا الأمر خمسين مليون قطع السلاح ومعها أكثر من عشرين ألف ميليشياوي يجب حسم هذا الملف مع ملف المرتزقة بالتوازي والتساوي شكرا لك من القاهرة رمز الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي إفطار تضامني لفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة والذي يهدد لاحتلال عائلات هذا الحي بأكملها بالطرد من بيوتهم والاستيلاء عليها أجواء الإفطار عكرها هجوم مستوطنين متطرفين والاعتداء على الفلسطينيين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا مئات العائلات الفلسطينية في هذا الحي حي شيخ جراح في القدس المحتلة مهددة بالطرد من منازلها وكي طبعا تعطى لمستوطنين مكان أهلها بكل أحوال انتهت ساعتنا الأولى من السيديو الحدث والتي فتحنا فيها عددا من الملفات ووفيناكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة والبداية كانت من التطورات المتعلقة بالملف الإيراني وتوقفنا أيضا مع الملف اللبناني والتعطرات أمام تشكيل الحكومة هناك دقائق معدودات ونبدأ الساعة الثانية لن نفتح فيها ملفات أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كنا فعليا هناك على الأرض في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بس إخباري متفق لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث الشرطة تواجه مجموعات تعمل على التخريب مهمة تبدأ ولا تنتهي رحلة بحث في مكان غاب عنه الأمام مولد فيه الرؤم عن صور كانت ملونة خفوتك بالذاكرة أو على الجدران عن ضحايا للغدر سقط لم يغني عنهم فرار والانتظار خفع أخواتي للنزخار بس وإذا هم كان خوفي كله عامل وبي كيف تصنف هذه الهجمات من حيث التوقيت ومن الجهة التي ممكن أن تتبنىها إيران مصرع لأن يكون العراق حلبا للصراع هذه الصواليخ ابتداء هي صواليخ عادتية هي تحاول أن تخلط الأوراس ماذا تكرار انتهاك السيادة العراقية؟ أي لغة لدى الرجل كي يستخدمها مع القوات الأمريكية؟ هل سيستطيع انكاظم مواجهة هذه الميليشيات التي تصر على السيناريو الأبغاني مثلا؟ أنا أعتقد الأتراك والإيرانيين يبحثون عن مجالات حيوية أوزح في العراق كم هي المسافة التي دخلت إليها القوات البركية الآن على الأرض؟ المعلومات الأمنية تتحدث عن انفجار الخزان الرئيسي داخل المستشفر الكارثة حلت هذا يختح الكثير من الأوراق عن الفساد الذي لم يستثنح على المشافي في العراق ما زالت التحقيقات مستمرة هل هناك ترجيحات بأن تكون شبهة جمائية خلف هذا الحادث؟ عشية جولة ذيانا الرابعة واشنطن وطهران تتقاذفان كرة نووي وأوروبا تصف المرحلة بالحساسة لودريون يغادر لبنان آملاً في تشكيل حكومة وإجراء انتخابات في موعدها وإلا عقوبات أقصى إدارة بايدن تنهي مراجعة سياستها في سوريا هذا الشهر وتمدد حالة الطوارئ الوطنية ولجنة الدفاع البرلمانية تشكل لجنة خاصة لتقص الحقائق في ديالا وتنشر قطعات أمنية لسد الفراغات ستوديو الحدث مع محمد أبو عبيد أهلاً بكم إلى ساعاتنا الثانية من السوديو الحدث والتي أيضاً نفتح فيها عدداً من الملفات ونوافقكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة والبداية من الملف السوري ولكن فيما له علاقة بالسياسة الأمريكية تجاه هذا الملف هذا الملف الذي قيل أنه ربما غاب أو غيب بعض الشيء عن السياسة الخارجية الأمريكية التي يبدو الآن أنها في صدد المراجعة إزاء هذا الملف فقد أعلن البيت الأبيض تمديد العمل بحالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بتصرفات سوريا موضحاً أن القرار يأتي للتعامل مع التهديد الذي تشكله تصرفات الحكومة السورية في دعم الإرهاب التشكل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة البيان أضاف أن تصرفات النظام السوري وسياسته فيما يتعلق بالأسلحة الكيموية ودعم الإرهاب تشكل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة وأشار البيت الأبيض إلى أن وحشية النظام تعرض الشعب السوري للخطر وتولد حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ودان البيت الأبيض العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام الأسد ومساعدوه في روسيا وإيران ودع البيان نظام الأسد وداعميه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه وأكد أن الولايات المتحدة ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد استمرار أو إنهاء حالة الطوارئ الوطنية في المستقبل بعض الحديث إذن عن احتمامات إدارة بايدن الآن فيما له علاقة في سوريا وكيف يمكن أن تراجع هذه السياسة وإن كان سيحصل تغيير على أرض الواقع أم لا السياسة الأمريكية من سوريا ومد اهتمام إدارة بايدن بهذا الملف شغل اهتمام الباحثين والمراقبين فرغم بيان تجديد المقاطعة عدت صحيفة الشرق الأوسط أن اجتماع مجموعة السبع في لندن خلال اليومين الماضيين كشف أوجه تراجع هذا الملف في سلم أولويات واشنطن ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط فإن بعض الأطراف دعوا لإضافة عبارة إلى البيان الختامي تتضمن الإشارة إلى أن الوقت غير مناسب للتطبيع مع دمشق لكن الاقتراح هذا قوبل ببرودة من فرنسا وخرج البيان الختامي ليركز على الحل السياسي وملف الكيموي والمساعدات البرودة في الموقف الأمريكي من سوريا ليس وليد الأيام الماضية في الواقع وبحسب إدارة بايدن حتى الآن لم تعين مبعوثا خاصا لها إلى هناك حتى أن السفير جيفري فلتمان الذي كان مرشحا لهذا الموقع عين مبعوثا للقرن الأفريقي كما طلب بايدن فور وصوله البيت الأبيض من فريقه إجراء مراجعة للسياسة الخاصة في سوريا هذه المراجعة من المفترض أن تنتهي هذا الشهر ويكشف بايدن عن رؤيته من سوريا وسياسته وكيف سيتعامل مع هذا الملف أيضا الشرق الأوسط تحدثت عن مؤشر عد هاما وهو أن إدارة بايدن لم تفرض أي عقوبات جديدة بموجب قانون قيصر حتى أن بايدن تجنب ذكر سوريا في أي من خطاباته الرسمية واللافت أيضا أن مسؤولين ملف الملف السوري في واشنطن سابقا يتجنبون المشاركة في اجتماعات علنية خصوصا السفير جامس شيفري وجويل رابرن هذه القطيعة شبهتها الشرق الأوسط بالقطيعة بين نهجين أي نهج إدارة ترامب القائم على أقصى العقوبات والعزلة ونهج إدارة بايدن الذي لم يتحدد بالأول نهج ترامب طبعا كما كنا ونهج بايدن الذي لم يتحدد بعد لكنه على أقل تقدير أقل صلابة وأكثر فتاحا على حل نووي مع إيران وتسويات كبيرة من عمان عضو هيئة التفاوض السورية وعضو اللجنة الدستورية دكتور إبراهيم الجباوي أهلا بك هل يمكن أن يغيب الملف السوري أكثر فأكثر عن اهتمامات واشنطن هذه الأيام مساء الخير مساء الخير لأستاذ المشاهدين يعني أستاذ محمد واضح من خلال التصريحات الأخيرة للسيد بايدن أنه لم يكن غائبا كليا ولكن كان يدرس بشكل ممنهج كما عودتنا الإدارات الديمقراطية في أمريكا على أن تستخدم التكنيك الديمقراطي لسياساتها الخارجية بمعنى أنها تستخدم كافة أنواع القوى الخشنة والناعمة وتستخدم الجزرة كما يقال وتستخدم العقوبات الاقتصادية السياسية إلى ذلك لكن لا نخفي أنه بعد انتخاب السيد بايدن كانت هناك أصوات متشائمة جدا في المعارضة السورية وأصوات متفائلة كنا نخشى أن يستمر نهج أوباما كما يعلم الجميع وخطوطه الحمر وكنا نخشى أنه ربما يتيح المجال لبعض الدول من أجل التطبيع مع نظام بشار الأسد وهناك أصوات كانت متفائلة كثيرا من حيث أن بايدن ليس أوباما هو كما يعرف عنه منذ عشرات سنين أنه له نهجه الخاص وأنه يدرس بروية كافة الملفات حتى تساءلنا كثيرا مع الطرف الأمريكي حينما تجاهل بايدن الملف السوري في خطاباته السابقة فكانت جواب أنه يعكف حاليا بموجب فريق عمل خاص لدراسة الملف السوري من كافة جوانبه لاحظنا بالفترة الأخيرة أن وفد من الكونغرس الأمريكي زار المنطقة من أجل بحث الملف السوري وبالأمس كان هناك وحتى اليوم ما زال أو بالأمس انتهى وفد من الـ CIA ومكتب الأمن القومي والبنتاجون ووزارة الخارجية كان يزور المنطقة وفي جعبته الملف السوري تزامن ذلك مع اجتماع الدول السبع وبيانها الختامي الذي أكد على المحاسبة في ملف الأسلحة الكيموية وعلى الحل السياسي نعم من دكتور إبراهيم إذا كانت واشنطن تقول بأن تصرفات هذا النظام بدعم الإرهاب والميليشيات التي تعمل في المنطقة يشكل تهديدا لأمنها القومي طيب هل هذا يعني أو قد تحمل إشارة معينة إلى اختلاف الآن التعامل الأمريكي مع هذا النظام؟ هذا ما أود الكلام من خلاله عندما ربط السيد بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية في أمريكا بالملف السوري أو بسوريا أو بالنظام السوري حيث اعتبر أن تصرفات نظام بشار الأساد تحاول أن تمس الأمن القومي الأمريكي سواء سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا حتى لذلك هو حذر وندد بالانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا وأشار من خلال ذلك إلى مساعدين نظام بشار الأسد وفي هنا رسالة واضحة إلى روسيا وإيران وكذلك ربط الموضوع بأن نظام بشار الأسد يعيق إعادة إعمار العراق وهنا إشارة ورسالة واضحة لإيران لذلك أعتقد أن عندما ربط تصرفات نظام بشار الأسد في المستقبل وأنه سوف يراجع هذه التصرفات ويخرج من خلال هذه التصرفات فيما إذا كان ستمدد حال الطوارئ مرة أخرى أو سيكون هناك قرار جديد هذا يعني أن إدارة بايدن سوف يكون لها موقف مختلف عن كل الإدارات الأمريكية السابقة وبالتالي سوف يكون هناك أرام أمريكي يعني أن يكون الملف السوري على غرار مثلا الملف اللبناني وكنت أناقش ذلك في الساعة الأولى أيضا أن يكون ملف سوريا متروكا على طاولة المفاوضات فيما له علاقة بالاتفاق النووي مع إيران يعني بمعنى إذا كانت هناك صفقة أمريكية إيرانية قد تشمل سوريا أيضا بطريقة ما يعني أعتقد بأن سيد بايدن عندما قال أو طلب من نظام بشار الأسد ومن داعميه وقف العنف في كافة أنحاء البلاد ووقف الحرب وإصدار قرار بوقف إطلاق النار والانخراط بمفاوضات لتسوية وليس لتطبيق القرار 22 لتسوية تنسجم مع القرار 22-54 هذا يعني أن سيد بايدن ليس بوارد تطبيق القرار حرفيا إنما هو يريد تسوية لكن بدون بشار الأسد بالتأكيد لأنه اعترف من خلال هذه التصريحات بأنه نظام بشار الأسد وبشار الأسد هم مصدر الإرهاب ومصدر التهديد للأمن القومي الأمريكي ولعدم الاستقرار في المنطقة لذلك لا يمكن أن يكون لبشار الأسد موقع في التسوية التي يطرحها السيد بايدن أو التي يطالب بها السيد بايدن وفي القرار 22-54 ومن خلال المطالب بهذه التسوية وجه رسالة إلى روسيا وإيران الذين هم مساعدي هذا النظام وبالتالي سوف يكون هناك قرار جديد من الإدارة الأمريكية حول الشأن السوري أعتقد سيكون على غرار التسوية الليبية من عمان وضو هيئة التفاوض السورية وعضو اللجنة الدستورية الدكتور إبراهيم الجباوي شكرا لك نهل عثمان الطفلة السورية المكبلة بالسلاسل والتي عرفت القفص الحديدي بيتا لها وبقايا الطعام مائدتها رحلت بعد حياة قصيرة لم تتعدى السنوات الست لكنها تركت غضبا كبيرا في الشارع السوري تجاه والدها الذي قام بتعذيبها لسنوات وسكان مخيم فرجالة في ريف إدلب الشمالي لعدم تدخلهم أو محاولة إنقاذها فيما يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الجهات المعنية بإنقاذ الأطفال السوريين بعد انتشار فيديو للطفلة المعذبة اشتركوا في القناة سدو الحدث متواصل فيه بعد الفاصل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن نهاية ما يسمى بولاية الجنوب لداعش ترجمة نانسي قنقر هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة لأننا قادرون على المتابعة والتغفية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة أصبحنا الحدث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مازلنا في ملفات ساعتنا الثانية من استوديو للحدث إلى الملف العراقي تحديدا الملف الأمني واستمرار الأجهزة الأمنية هناك في حربها ضد تنظيم داعش والقضاء على ما يسميه ولايات هنا أو هناك في الداخل العراقي أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مقتلوا اعتقال عدد من قيادات تنظيم داعش في مناطق مختلفة وأوضح رسول أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب نفض ضربة نهائية لما يسمى بولاية الجنوب من خلال ضرب الوكر المركزي لها والذي كان في منطقة الردوانية الزيدان موضحا أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من القبض على ما يسمى أمير قاطع الجنوب المكنة بأبي حنان هذا وقد شهدت محافظة ديالا شرق بغداد خروقا أمنية مستمرة سواء من تنظيم داعش أو الفصائل المسلحة المنتشرة في بلداتها وفي هذا السياق أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية تشكيل لجنة لتقص الحقائق في محافظة ديالا في الشمال وأشارت إلى ضرورة توزيع القطعات الأمنية لسد الفراغات الحاصلة في المحافظة وقال عضو اللجنة النائب محمد حسين أبو ذر إن القوات الأمنية تصب تركيزها حاليا على محافظتي ديالا وكاركوك بسبب الخروق الأمنية الأخيرة التي حصلت وأضاف أن المجموعات الإرهابية بدأت تغير آلياتها وعملها من عمل واسع إلى عمل مفارز صغيرة تستهدف من خلالها المناطق الرخوة فيما أكد الناطق باسم الداخلية العراقية خالد المانا إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة ديالا ومنها قوات النخبة والرد السريع خلفية تشكيل لجنة تقص الحقائق في ديالا تكشفها لنا الزميلة هدير الربيعي وماذا لديك مما كشف عن هذا الموضوع؟ أهلا محمد هي معلومات كثيرة حول ديالا لكن نبدأ من عملية جهاز مكافحة الإرهاب التي وصفها بأنها ضربة قاسمة ضد ما يسمى ولاية الجنوب طبعا وهي هذه الولاية تعد أكبر مركز لخلايا داعش الممتدة وفق جهاز مكافحة الإرهاب من منطقة الرضوانية شمال بغداد إلى اليوسفية والدورة هذه المناطق هي في جنوب العاصمة وتعرف هذه المناطق عموما ومناطق أخرى تضاف لها بمناطق حيزان بغداد وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب مقتل عدد من قيادات داعش وهم المكنة أبو أسامة وأبو ربيع وأبو سارة والقبض على ما يسمى أمير قاطع الحمزة المكنة أبو حنان عملية جهاز مكافحة الإرهاب تزامنت مع إجراءات أمنية كبيرة في محافظة ديالة وأيضا محافظة كاركوك هذه المحافظات تعرضت لهجمات مكتفة من تنظيم داعش خلال الأسبوع المنصرم وسمي بأنه أسوأ أيام هذه المحافظات ما بعد عمليات التحرير عام 2017 المعروف أن ديالة تحد غرب إيران تحد يعني ما معنى أنها شرق بغداد وتحد مناطق غرب إيران والمحافظة الأقرب إلى بغداد وشهدت تغييرا ديمغرافيا كبيرا خلال السنوات الماضية على يد الميليشيات الموالية لإيران وأيضا اتخذت هذه الميليشيات وحولتها إلى ممر بري للسلاح الإيراني والإمدادات إلى سوريا عبر صلاح الدين والأنبار ونينوى أيضا وما زالت هذه الميليشيات تتحكم بهذه الملاحظة وعرفت بالمحافظة المنسية والمهملة نذهب إلى شق آخر في ديالة وهو تمركز داعش بعد عام 2017 في مناطق ديالة الشمالية الغربية في المرتفعات طبعا وهذه وعرة جدا المنطقة وبالتحديد في منطقة بحيرة حمرين وهذا ما يعرض هذه المحافظة لهجمات مستمرة من تنظيم داعش القوات العراقية في الآونة الأخيرة أجرت طبعا الكثير أو شنت الكثير من العمليات الأمنية إلا أنها ما زالت أي ما معناها هذه المحافظة تعاني من داعش والميليشيات أيضا بدأت القوات الأمنية بعملية تغييرات عسكرية في ديالة منذ أسبوعين طبعا منها تغيير القيادات العسكرية وإعادة انتشار القوات والوصول إلى مناطق نائية لم تدخلها القوات العراقية منذ سنوات فضلا عن فتح طرق جديدة وتعزيز القوات العسكرية بقوات النخبة والرد السريع التابعة لوزارة الداخلية ولكن الميليشيات ما زالت تسيطر على مقدرات المحافظة مهما كان التي تعتبر كما ذكرت المنفذ البري المباشر الممتد من إيران والمعبر الأول إلى البحر المتوسط عبر العراق وسوريا ولبنان محمد إذن هذه هي خصوصية محافظة ديالة شكرا لك على هذه التفصيلات هدير شكرا محمد من أربيل الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية بداية معنى القضاء على ما سمي بولاية داعش في منطقة ديالة وأهمية هذه المنطقة كانت لداعش والآن أهميتها بعد أن طهرت من التنظيم بالنسبة إلى العراق السلام عليكم أستاذ محمد تحياتي لحضرتك والأستاذ هدير والمشاهدي قناتكم الكريمة بكل تأكيد نصر كبير يتحقق على يد أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بأنهاء ولاية الجنوب ومقتل ثلاثة قيادات يعتبرون العمود الفقري لنشاط هذه الولاية سيما أنه التنظيم يعتمد على الاستراتيجية الخيطية وغياب قائد هو بكل تأكيد يؤخر أن لم نقل ينسف أي نشاط أو عودة لنشاط تنظيم داعش الإرهابي ولاية الجنوب بكل تأكيد هي ولاية مهمة للتنظيم هي من حيث امتداداتها الجغرافية ومن حيث نشاطها من حيث احتكاكها مع بعض المحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات الأوسط وامتداداتها الغربية فبكل تأكيد التنظيم كان يولي هذه الولاية أهمية كبرى في ما يتعلق في فترة نشاط في العراق وأيضا أنه وقوع بغداد في هذه الولاية أو ضمن نشاط هذه الولاية هو أيضا ذو أولوية وأهمية بكل تأكيد للتنظيم لأنه أي نشاط إرهابي يقع في بغداد هو ذو صدى إعلامي وصدى أمني كبير يحسب للتنظيم وبالتالي عندما تنهى هذه الولاية ويحصل بها هكذا إرباك وهكذا عملية أمنية تدمر على حد وصف المتحدث باسم القادة العام للقوات المسلحة هو نصر كبير للقوات الأمنية العراقية وهزيمة كبيرة أيضا للتنظيم الإرهابي هذه الأهمية هي يجب أن تدعم من قبل إجراءات حكومية أيضا من أجل أن لا يضيع هذا الجهد الاستخباري بكل صراحة نقول أن هذه الانتصارات التي تحققها القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الاستخبارية مع شديد الأسف أنها تضيع في سياسات لا تخدم بناء السلام ولا تخدم تعزيز الاستقرار في بعض المحافظات العراقية وبالتالي تبقي حالة الصراع وحالة المكافحة الأمنية والعسكرية في حال أنه اقتنع العراقيون بأنه قضية تماما على ولاية الجنوب لكن ما زالت التقديرات الأمنية تشير إلى أن هذا التنظيم غير طريقة عمله ويعمل بطرق غير مركزية ويستهدف المناطق الرخوة أمنيا طبعا بكل تأكيد أنه النصر الذي تحقق على تنظيم داعش هو أنهى وجوده وأنهى حتى فيما يتعلق بمراحل ما بعد عام 2017 أنهىت خلاياه النائمة واليوم هناك جهد استخباري كبير نقول جهد الاستخباري أولت الحكومة الحالية أيضا هذه القضية أولوية كبرى فيما يتعلق بمتابعة خلايا التنظيم ولكن السؤال أنه كيف ينشط التنظيم وكيف يغير استراتيجياته في ظل غياب حقيقي لخلاياه النائمة أو مساحة نشاط أو فرصة لنشاط خلاياه النائمة المتابعة الاستخبارية شديدة للغاية فيما يتعلق بمتابعة خلاياه النائمة وبالتالي نقول هنا أنه المتنفس الوحيد لتنظيم داعش الإرهابي هو يحصل عندما يسمح له بأن ينشط في مناطق هذه المناطق الرخوة وهذه المناطق هي بكل تأكيد هي غير خاضعة أمنيا بشكل مباشر لسلطات الحكومة الاتحادية هي خاضعة لنشاط الميليشيات التابعة لإيران والتي توالي إيران هذه المساحات وهذه النشاطات إذا تابعنا التوزيع الجغرافي لنشاطات تنظيم الإرهابي هو بكل تأكيد في هذه المناطق وهي المناطق غير مسيطر عليها ليس بإرادة الحكومة العراقية ولكن بسبب فرض واقع الحال من قبل هذه الجماعات المسلحة والفصائل المسلحة والميليشيات وبالتالي هنا نقول أنه المتنفس الوحيد لتنظيم داعش الإرهابي عندما يتناغم ذلك النشاط مع أولويات المصلحة الإيرانية وأولويات مصلحة الجماعات العراقية هذا يقودني إلى السؤال عن مسألة وجود الميليشيات الأخرى أيضا الخارجة عن القانون يعني العراقي لا يعاني وجود داعش وحده فقط إنما وجود ميليشيات تقوم بتصرفات منها ما له ثأر منها ما له خلفيات معينة أليس من الواجب أمنيا أيضا وضع حد لهذه الميليشيات بالتوازي العراقيون يواجهون إرهاب من جانبين من جانب تنظيم داعش ومن جانب الميليشيات والفصائل المسلحة وحتى التوصيف الحكومي مؤخرا صنف هذه الجماعات التي تمارس هذه الأنشطة والجماعات التي تستخدم السلاح خارج إطار الدولة على أنها جماعات إرهابية وبالتالي بكل تأكيد اليوم الظروف المحلية والظروف الأمنية هي تفرض تحديات كبيرة مقابل متطلبات حقيقية لأمن المواطنين والأمن الوطني العراقي الجماعات الإرهابية بجانبيها وأحدد هنا الميليشيات المسلحة هي ترهب المواطنين وهي تعمل على التغيير الديمغرافي وأيضا هناك مطالبات ونشاطات تهدد الأمن الوطني العراقي من أجل أن تحافظ على وجودها ومستغلة بذلك سيطرتها وسطوتها على موارد الدولة وعلى علاقتها مع القوى السياسية التقليدية ووجودها أيضا في داخل البرلمان العراقي كل هذا هو على حساب الأمن الوطني العراقي وهذا هو المطلب الحقيقي الذي طالب به أبناء الشعب العراقي عندما قالوا نريد أن يحصر السلاح بيد الدولة وتحارب هذه الجماعات هذه الجماعات أعتقد أنه تأخر المواجهة معها وأيضا السماح لها بأن تقوم بهذه العمال هو لا يخدم المصلحة الوطنية وكل التحديات التي نراها في هذا التوقيت سواء ما يتعلق في عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي والإخفاقات التي تحصل هو بكل تأكيد نتيجة تأخر المواجهة أو على أقل تقدير وضع حد لنشاط جماعات المسلحة من الميليشيات والفصائل المسلحة التي تمارس أنشطة إرهابية تحت عنوان الخوف على الأمن الوطني العراقي هذه الجماعات لا تراعي الأمن الوطني العراقي وضرورات الأمن الوطني العراقي ومتطلبات المسلحة الوطنية تفرض على صانع القرار مواجهتها ووضع حد وإنهاء وجودها قبل أن ننتقل إلى تداعيات ربما تكون أخطر من المواجهة ماذا بخصوص كاركوك أيضا التي لا تقل أهمية خاصة أن الوضع معقد ربما أكثر من ديالة هناك يعني إذا عدنا إلى أيضا فقرة النشاط في ديالة وقبل أن نتحدث عن كاركوك باختصار أستاذ محمد ما دعا إليها أبو علي العسكري بالتحويل الطارمية ومنطقة المخيسة في ديالة إلى نموذج من جرف الصخر هناك نفس الحالة من الأطماع لهذه الميليشيات والجماعات المسلحة في كاركوك لاحظنا قبل حوالي أشهر تحركات ونشاطات لرئيس أركان هيئة الحجد الشعبي في تلك المناطق في مناطق شرق كاركوك وأيضا وجود هذه الفراغات التي نتحدث عنها الفراغات الأمنية فيما يتعلق بالحدود كاركوك مع قليم كردستان وحدود كاركوك مع باقي المحافظات محافظة صلاح الدين ومحافظة شمالا باتجاه محافظة نينوا هذه أيضا هي مناطق نشاط لتنظيم داعش الإرهابي أعتقد أنه اليوم واقع الحال يشير إلى أن هناك جماعات هذه الجماعات التي تمسك الأرض من الميليشيات والفصائل هي تخضع السكان المحليين وتخضع هذه المناطق إلى ظروف معيشية وإلى أوضاع أمنية تسمح بعودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي وبالتالي هذه الحالة هي حالة عودة يعني هذه الجماعات هي متسببة بعودة تنظيم داعش بشكل غير مباشر ولكنه عن قصد لأنه يخدم نشاطاتها كاركوك مهمة للميليشيات المسلحة وللفصائل وجود هذا الطريق وباتجاه سنجار ولاحظنا قبل ذلك كيف قامت هذه الجماعات بالتأهب والذهاب إلى سنجار والتخادم أيضا مع حزب العمال الكردستاني والسماح له بتوسيع نشاطاته في مناطق مخمور وبالتالي هذا القوس الذي يبدأ من محافظة ديالة حتى سوريا عبر هذه المناطق ديالة كاركوك سنجار الأراضي السورية هو طريق اقتصادي مثل ما تفضلت الأستاذة هدير فيما يتعلق بالطريق البري الإيراني والنشاط المهم للجماعات المسلحة والانتفاع على حساب المال العام والمال الخاص في العراق من قبل هذه الجماعات والحوادث التي تحصل في محافظة نينوى والاستيلاء على الأموال وعلى العقارات وأصبح قضية لا يمكن إخفاءها شكرا لك من إربيل الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية في صور حصريات وثقت كاميرا الحدث القصف التركي الذي يستهدف القرى الكردية الحدودية في محافظة دهوك إذ تمكن مراسل الحدث من الوصول إلى أقرب المعسكرات التركية التي أنشئت مؤخرا في جبال إقليم كردستان العراق عندما نقف ساعة واحدة في مناطق الحدودية العراقية التركية فإننا نسمع أصوات عشرات المقذفات التركية التي تسقط في الأراضي العراقية في هذه المناطق في هذه القرى تحديدا نسمع الآن الطائرات التركية بوضوح في هذه المناطق هذه المناطق هي التي فيها معسكرات تركية في داخل الأراضي العراقية قصف أكيد هذا قصف مدفعي مدفع ثقيل أقرب نقطة تركية يقصفوها البارحة كانت يقصفوها هنا اليوم يقصفوها التلك العليا وما بها أحدا نتوجه إلى أحد الأماكن التي قصفت قبل قليل على ما يبدو بمدفعية تركية هذه البساتين هي البساتين التي تتعرض على تني القصب دعونا نصل إلى مكان المقذوفة القذيفة بين واقع هنا هذا المكان طبعا نحن نقصف بقرية تشلك الأشورية هي أحدى قرى برواربالة هذه مقذوفة لمدفعية ثقيلة تركية بحسب السكان قد أطلقت من المدافع التركية صوب هذه القرية لحد الآن أربع قذائف مدفعية سقطت في القرية التي أنا فيها وهي مصدرها المدفعية التركية لا نبعد كثيرا عن القوات التركية موجودة على هذه الجبال ونسمع بوضوح إطلاق المدفعية أحمد الحمداني الحدث الحدود العراقية التركية بمحافظة الدهوغ أفاد مراسل الحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت شابين فلسطينيين قرب معبر سالم قرب مدينة جنين في الضفة الغربية وذلك بزعم القوات الإسرائيلية بأن الشابين حاولوا تنفيذ هجوم على الجنود الإسرائيليين أي جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا بعد مواجهات بين جنود الاحتلال ومتظاهرين يحتجون على طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ترجمة نانسية 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 من مأرب رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمني العقيد حي الحاتم أهلا بك ترجمة نانسية نانسية ترجمة نانسية نانسية ترجمة نانسية 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 نانسية